ومارسل كولر ده ده حكاية وانا النهاردة قلت هقولها بصراحة وعارف انه بتدايق ناس بس يعني هقولها وخلاص بص بداية كده بيتسو موسماني اتحط اسمه في تاريخ النادي الاهلي في حروف من دهب مفيش خلاف مفيش خلاف راجل انجازاته عظيمة ورائعة وكل شيء انا هنا اتحدث معك فنيا هل شاهد هذا الاداء الفني المميز فني في الملعب كرة حلوة يعني من النادي الاهلي مع بيتسو موسماني وبالتالي في رأيي برضو في رأيي عشان لو انت رأيك مختلف براحتك وحقك مارسل كولر اكيد احسن من بيتسو موسماني في وجهة نظري والمقارنة بين مارسل كولر واي مدرب سابق جه للنادي الاهلي ما بعد منو الجزء هي مقارنة ظالمة للمدرب ده مش مارسل كولر المدرب لا هيتقوم بي مارسل كولر لا لا مدرب قدير هتقول لي طيب بامرت ايه عشان خد مثلا كاسو سوبر هقولك ما خدش كاسو السوبر لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما كسبش دورة ابطال الافراج تمام انا هنا بكلمك على شكل فرقة انا مبسوط انه في تطور حصل للعب المصر معلش يعني معلش تكريم منو الجزء وتطور العظيم اللي عاش فيه لعب النادي الاهلي مع منو الجزء فاد مين بعد كده فاكرين فاد منتخب مصر خلى منتخب مصر عنده جيل زهبي قعد 2006 و2008 و2010 انا ببص لدي بقى ببص شايف تطور بتأمران عطية يلعب اساسي منتخب مصر مرتاح دلوقتي شايف تطور بتاعها حسين الشاحات يلعب اساسي منتخب مصر دلوقتي مرتاح شايف تطور اللي عند محمد عبدال��س هو كان اساسي اصلا تطور اللي عند ياسر ابراهيم شايف تطور اللي عند محمد هانه يلعب اساسي منتخب مصر مرتاح دلوقتي كهرباء وهو ده مدرب فاد في الايته طبعا اللي هو النادي الاهلي بس بالتبعية فاد منتخب مصر اتمنى بقى كل المدربين اللي يجوا مصر يبقوا زي مارسيا كرة علشان في الاخر يستفيد منتخم مصر لا لا مدرب قدير محمد هاني كان بعيد عن مستوى رجعه المستوى قبلها كريم فؤاد ما كانش بيلعب جناح كريم فؤاد بقى جناح وهتؤلق جدا كهربا جاي من اقاف سبع تمن شهور يجو يبقى المهاجم السبتة على النادي الاهلي وينضم المنتخم مصر يبقى واحد من هدف النادي الاهلي هو هدف قريدي دوري ابطال افراقيا هتلاقي حسين الشحايت كان لاعب جميع النادي الاهلي تنادي برحيله بقى واحد من احسن لعابي النادي الاهلي والكرة المصرية بشكل عام بيرسي تاوي اللي جابه بيتسو موسيماني بيرسي تاوي اللي جابه بيتسو موسيماني اللي لعب مع بيتسو موسيماني في سان داونز ومع النادي الاهلي ومفروض العلاقة عظيمة جدا بين الاتنين بيرسي تاوي بيقدم مستوى مع مارس الكولر افضل عشر مرات من اللي كان بيقدمه بيرسي تاوي مع بيتسو موسيماني حمدي فتحي والتطور اللي حصل عند حمدي فتحي الفرقة كلها بقت حلوة وكل ده الكسبان فيه مع النادي الأهلي منتخم مصر طبعا